السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أضع بين يديكم تطبيق المصحف الذهبي حقيقة هذا التطبيق ما يجي عام رمضاني إلا وقوم بنشر مقطع تعريفي عنه لأن حقيقة ما شاء الله يستاهل وبإذن الله أنتم شركة معي في نشره الأول ميزة في هذا التطبيق أنك تستطيع تختار المصحف طبعة مكفهة القديمة وطبعة مكفهة الجديدة الميزة الثانية البساطة والسهولة خلوني أوريكم تجربة سريعة الآن حطيت علامة على الآية تستطيع تختار مجموعة كبيرة من القراء من الميزات الأخرى إذا اخترنا الآية وقلنا نريد جذر الكلمة أو المعجم يعطيك الجذر تقدر تختار تفسير والتفسير فيه قائمة كبيرة جدا من الخيارات ثم كذلك إذا اخترت التفسير على سبيل المثال يظهر لك مثال أسباب النزول يعطيك أسباب النزول لهذه الآية معاني الكلمات لهذه الآية البلاغة إذا أردت تريدها عن هذه الآية الصرف العراب موضوع الآيات عن هذه الآية الترجمة لهذه الآية وفيه موجود مجموعة كبيرة من اللغات داخل هذا التطبيق من الميزات الجميلة في هذا التطبيق عند مشاركة نص قرآني لاحظوا معي سيعطيك إياه بطريقة شبيهة للرسم العثماني لاحظوا النص الآية أعطانيها بالحركات وشبيهة للرسم العثماني من الميزات في هذا التطبيق الخيار البحث لاحظوا معي الآن لو استطيع أبحث عن الموضوعات لو كتبتها أريد مواضيع عن التوبة سيعطيك آيات أتكلم عن التوبة من الميزات في هذا البرنامج كذلك لو ذهبنا إلى القائمة فوق في الأعلى لاحظوا معي الآن أظهر لي مجموعة من الخيارات أربعين نووية الأذكار في ميزات كثيرة لو ذهبنا تحت إلى الأسفل مصحف التلاوة لاحظوا معي عند إضافة المصحف عندك مصحف حفص بطبعة نكفهة الجديدة والقديمة وعندك مصحف برواية ورش وبرواية قالون حقيقة تطبيق بحر ومليان معلومات وجميل أنصح بتحميله ونشره لأن حقيقة أكبر ميزة سهولة والبساطة